بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع خاطرة قرآنية جديدة في آية في سورة التوبة وهي قول الله تعالى والآية جاءت في معرض الحديث عن المتخلفين عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وسبقت تلك الآية الكريمة بآيات كثيرة جدا وحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصره فقد نصره الله وبقول الله تعالى انفروا خفافا وسقال وجاهدوا ثم قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم أي لو خرج فيكم هؤلاء المنافقون المسبطون ما زادوكم إلا خبالا أي ما زادوكم إلا فسادا ولا أوضعوا خلالكم أي لأسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي بكلام فيه تصدير للإحباط وفيه تسبيط للهمم والعزائم هذا معنى الآية الكريمة وفيكم سمعون لهم أي بعض ضعاف القلوب ربما خضعوا وتأثروا بتلك الكلمات التي يعني ينشرها يلوكها هؤلاء المسبطون ومن ثم ينتقل ذلك المرض لأنه مرض معدي من المحبطين والمحبطين والمسبطين إلى أصحاب الهمم ربما لنقول العالية المتوسطة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم وده على فكرة ذلك الصنف موجود في كل بيئة في كل مكان في كل مؤسسة تجد بعض المحبطين والمحبطين يقول لك هنبدأ بكرة مثلا بدري هذا العمل للنجزة يقول لك إحنا أنبيع لبن واحد يقول لك كده يعني بدل ما يقول لك خلاص توكننا على الله اللي قال حنبيع لبن ده حيستمع إليه بعض الأفراد الموجودين معنا يقول لك فعلا مش هنبدأ كده لكن لو الكل كانوا على قلب رجل واحد وكانت همتهم عالية ولم يصغوا لذلك الكلام لا نجوا والسؤال هنا أحبتي باختصار شديد كيف نتعامل مع ذلك الصنف من الناس سأبين من خلال القرآن الكريم كيف نتعامل مع المسبطين والمحبطين والمصدرين لذلك الإحباط الأمر الأول أحبتي أن نبتعد عن هؤلاء وأن لا نصغي لكلامهم ألا نماشيهم ألا نصاحبهم لأنه لو كان معايا هيعديني بذلك المرض الذي ابتلي به ذلك ذلك الصنف يبقى إذن لابتعد أول خطوة أن نبتعد عن أمثال هؤلاء ألا أزاكر معه ألا أسافر معه ألا أجاوره في مسكن أسلم عليه فقط له علي بعض الحقوق لكن لا أختلط به اختلاطا يكون سببا في انتقال بلواه وعدواه منه إلي الأمر الثاني الصمم أي لا أستمع لكلامه وفيكم سمعون لهم إذن لا أصغي لكلام هؤلاء الصمم يعني من ضمن القصص الرمزي البليغ أن قطيعا من الضفاضع كان يسير في غابة وإذا ببئر يعترض طريقة سير ذلك القطيع من الضفاضع فسقطت مجموعة في ذلك البئر العميق فحاولت بعض الضفاضع أن تقفز لتخرج لكنها عجزت بقية الضفاضع وقفت على حافة البئر تقول للضفاضع التي تحاول الخروج يعني لا تحاولوا لن تخرجوا البئر عميقة أنتم تتعبون أنفسكم على الفاضي استسلموا لقدركم فبالفعل كل الضفاضع التي في البئر سكتت واستسلمت لقدرها وأنها ستموت في البئر إلا ضفضع واحد ظل يقفز وكلما علت الأصوات نقول لك لا تحاول لا تخرج وإذا به يقفز أزيد من القفزات التي سبقت ثم بعد ذلك في النهاية استطاع أن يعبر وأن يخرج من البئر فبيسألوه قال له ألم تسمع صوتنا قال لا أنتم ماذا كنتم تقولون قالوا كنا نقول لك كذا وكذا قال إنني أعاني من صمم أنا لا أسمع كنت أظن أنكم تحفزونني تشدعونني تدعونني لبزل المجهود للخروج فبسبب عدم الإصغاء كانت النجاو الخروج من ذلك المعزق الذي وقع فيه ذلك القطيع وكم يعني من طالب بسبب كلمة معلم أنه قال له أنت غبي خلاص صار غبي أنت فاشل وحيات ديما أنت ناجح خلاص الولد طلت اليوم الأم أو الأب يقول للولد أنت شجي أنت فاشل أنت كذا أنت راسب انتهت المهمة لن ينجو ذلك الولد من الفشل ولذلك هناك نظرية إدارية رائعة تسمى نظرية الزكاء العاطفي والزكاء الاتماعي إنك تبص روح التفاؤل إنك تشدع إنك تثني على المجد إنك لا تعاتب غير المجد أمام الناس وأن تغضى الطرف عنه مرات وأن تهمس في أذنه بلطف بعيدا عن الناس في مرات أخرى دي نظريات تطبق في الشرق وفي الغرب نظريات إدارية ناجحة بل تطبق في بيوتنا نطبقها بفضل الله في بيوتنا وتؤتي أكلها وسمارا رائعة إذن الأمر الأول لابتعاد عن أمثال هؤلاء الأمر الثاني أحبتي أننا لا نصغي لهؤلاء مخافة أن نصاب بذلك المرض بتلك العدوى نواصل المسيرة بمشيئة الله تعالى مع كيفية التعامل وسائل التعامل مع المصبطين في اللقاء القادم مع نفس الخطيرة القرآنية إلى ذلك الحين لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي اجي تماعكم إلى أن ألتقي بكم أو استودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته